بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف التاسع مدارس نور الأردن الدولية اليوم يامس رح نبدأ بدرس جديد وهو المخاليط الحرارية والاتزان الحراري في مادة الفيزياء احنا موجودين في الصفحة 53 هدفي من هذا الدرس أتعرف على مفهوم المخلوط الحراري أتعرف على النظام المغلق والنظام المفتوح أتعرف على الاتزان الحراري والقدر على التعامل مع مسائل الواردة على الاتزان الحراري والتعرف إلى تطبيقات الاتزان الحراري في الحياة اليومية نبدأ بأول هدف من أهدافنا لهذا الدرس التعرف على مفهوم المخلوط الحراري المخلوط الحراري هو اختلاط مادتين أو أكثر أو تلامس جسمين مختلفين أو أكثر في درجة الحرارة مرة ثانية المخلوط الحراري اختلاط مادتين أو أكثر أو تلامس جسمين مختلفين أو أكثر في درجة الحرارة هذا مفهوم مخلوط الحراري لما كنا نحكي أنا إذا كان في عندي مادتين وخلطتهم مع بعض فبصير عندي مخلوط وإذا كانوا هذول المادتين مختلفات في درجات الحرارة يسمى مخلوط حراري من حيث أن هناك مادة تفقد حرارة ومادة تكتسب الحرارة حيث أن المادة التي تفقد الحرارة هي ذات الدرجة العالية في حين المادة التي تكتسب درجة الحرارة هي المادة اللي بيكون درجة حرارتها أقل يعني أنا لما بخلط مادتين رح يكون في عندي مادة درجة حرارتها عالية ومادة أخرى درجة حرارتها منخفضة فتنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الأكثر سخونة إلى الجسم الأقل سخونة كما كنا نحكي في الدرس السابق إلى أن تصل إلى حالة الاتزام في عندي هناك أنظمة للمخاليط الحرارية في عندي نظامين النظام المغلق والنظام المفتوح نبتدأ بالنظام المغلق النظام المغلق هو نظام حراري معزول عن الوسط المحيط لا يحدث فيه ثباد الحراري بين النظام والوسط مرة ثانية النظام المغلق من اسمه مغلق يعني المادتين اللي بيختلطوا فقط هم اللي يصير فيهم فقد أو اكتساب الوسط المحيط ما بتأثر فيهم إذن هو نظام حراري معزول عن الوسط المحيط معزول عن الوسط المحيط الذي لا يحدث فيه تبادل حراري بين النظام والوسط لأن التبادل الحراري في هذا النظام المغلق يكون فقط بين المواد المخلوطة يكون فقط بين المواد المخلوطة من الأمثلة على النظام المغلق اللي رح نتعرف اليوم عليه في درسنا إيشي اسمه المسعر إيشي اسمه المسعر المسعر هو عبارة عن إناء خاص معزول حراريا لاحتواءه على مخالط حرارية يعني هذا المسعر بنحط فيه مادتين أو أكثر بحيث أنه أنا بضمن أنه انتقال الحرارة يكون فقط بين هاي المواد لا يحدث انتقال حرارة بين هذه المواد والوسط المحيط بها لا يحدث انتقال حرارة إلا بين المواد فقط هذا هو المسعر وهذا النظام يعرف بالنظام المغلق يعرف بالنظام المغلق أما النظام الثاني في درسي هو النظام المفتوح هو نظام حراري يسمح بتبادل الطاقة الحرارية بين مكونات المخلوط والوسط المحيط به إذن النظام الثاني هو نظام مفتوح عندي مواد رح تنخلط ماشي في عندي مواد مخلوطة لكن هذا النظام يسمح بتبادل الحرارة بين هذه المواد والوسط المحيط فيه لقد يكون الهواء خلينا نشوف أنا وإياكم النظام المغلق والنظام المفتوح لاحظوا أنا عندي النظام المغلق هو نظام في مادة عازلة بحيث أن انتقال الحرارة فقط بيكون ما بين المادة ذات درجة الحرارة العالية هي الموجودة عندكم باللون الأحمر إلى المادة التي تكون درجة حرارتها أقل منها الموضحون عندي باللون الأزرق إذن انتقال الحرارة يكون فقط بين المواد المخلوطة في النظام المغلق وبيكون معزولة عن الوسط بينما في النظام المفتوح في النظام المفتوح يحدث انتقال الحرارة ما بين المواد المخلوطة أيضا يحدث انتقال حرارة ما بين المواد المخلوطة والوسط المحيط بها إذن أنا هنا تعرفت على نظامين نظام مغلق ونظام مفتوح النظام المغلق فقط تبادل الحراري يكون بين المواد لأنها تكون معزولة عن الوسط بينما النظام المفتوح يكون بين المواد والوسط المحيط بها نأتي لمفهوم جديد في درسنا اللي هو الاتزان الحراري مفهوم الاتزان الحراري نتفرج أنا وياكم على هذه الرسمة لو كان أنا في عندي مكعب ولو نفترض أنه مكعب من الماء ودرجة حرارته 100 سيليسيوس تلامس هذا المكعب مع مكعب آخر موجود فيه ماء وكان هذا الماء درجة حرارته 0 سيليسيوس إحنا كنا نحكي أنه درجة الحرارة تنتقل من وكمية الحرارة تنتقل من درجة الحرارة الأعلى إلى درجة الحرارة الأقل إلى أن تتساوى كلا درجتي الحرارة وبما أنه أنا هنا أن أحكي عن مكعبات ماء إذن عندي نفس النوع عندي نفس النوع إذن تبدأ تنتقل الحرارة إلى أن تصل المكعبين إلى نفس درجة الحرارة هذا هو مفهوم الاتزان الحراري هي حالة التي تتساوى فيها كمية الحرارة المفقودة من الجسم مع كمية الحرارة المكتسبة مما يؤدي إلى ثبات درجة حرارة الجسم وتساويها مع الوسط المحيط والأجسام الملامسة لها إذن مرة ثانية إحنا كنا نحكي في الدرس السابق إنه إذا تلامس جسمين فإن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد إلى أن تتساوي درجتي الحرارة ويحصل حالة الاتزان يعني بمعنى إذا فقد إذا كان أنا في عندي هذا المكعب كان درجة حرارة 100 ولامس جسم آخر درجة حرارة صفر رح تبدأ تنتقل بما أنهو نفس النوع خلينا مركزين نفس النوع رح تبدأ تنتقل درجة الحرارة إلى أنه التنين يتساوي بنفس درجة الحرارة لنفترض أنه أيضا أنا كانت عندي كمية الحرارة في المكعب الأول 100 جول 100 جول فرح يعطي المكعب الثاني 50 إذا المقدار هو ما فقده المكعب الأول من اكتسبه المكعب الثاني المكعب إذن في الاتزان الحراري بمعنى أنه ما في ضاء طاقة بالضيئ اللي بيفقده الجسم الأول بده يكون يكتسبه الجسم الثاني هذا مفهوم الاتزان الحراري هي حالة التي تتساوي فيها كمية الحرارة المفقودة من جسم مع كمية الحرارة المكتسبة مما يؤدي إلى ثبات درجة الحرارة الجسم وتساويها مع الوسط المحيط والجسم الملامس له واضح الاتزان الحراري؟ مربعنا سابقاً وكنا نفهمه وهون عندي حالة الاتزان الحراري ضروري وهي تحدث لما تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد في حالة النظام المغلق مش إحنا أخذنا حالتين نظامين مغلق ومفتوح نبدأ بحالة النظام المغلق يستمر التبادل الحراري بين مكونات المسعر حتى تصبح المادتين والجدار الداخلي للمسعر في درجة الحرارة نفسها فيحصل الاتزان هذا اللي كنا نحكي بما أني أنا عندي نظام مغلق وعندي مادتين اختلطوا مع بعضهم البعض رح يستمر انتقال الحرارة إلى أن تصل كل المادتين إلى نفس درجة الحرارة كلا المادتين إلى نفس درجة الحرارة إضافة إلى أن الجدار الداخلي للمسعر بيكتسب نفس درجة الحرارة هذا في النظام أما في النظام المفتوح خلينا نشوف أنا وياكم في النظام المفتوح ماذا يحدث يكون الاتزان بين الجسم والوسط المحيط به إذن يحدث اتزان لكن في النظام المفتوح يامس ما بترتفع درجة حرارة الوسط لا يمكن أن أرتفع درجة حرارة الوسط إذن في النظام عندي نظامين نظام مغلق وبيصير فيه عندي اتزان وبيكونوا كل المادتين لهم نفس درجة الحرارة أما في النظام المفتوح فيحدث الاتزان تمام يحدث اتزان يحدث فقدان للحرارة برضو يحدث فقدان للحرارة لكن دون أن ترتفع درجة حرارة الوسط دون أن ترتفع درجة حرارة الوسط ناخد مثال لو وضعنا الطبقة من الطعام الساخن درجة حرارته 70 سليسيس على طاولة داخل غرفة حرارتها 27 سليسيس يعني جبت طبقة الأكل وحطيته على الطاولة وكانت درجة الحرارة حواليه 27 هلأ رح يستمر انتقال الطاقة من الطبق إلى الوسط اللي هو الهواء حتى تصبح درجة حرارة الطبق 27 لكن مستحيل هذا الطبق يرفع درجة حرارة الغرفة مستحيل درجة الطبق هذا يرفع درجة حرارة الغرفة لأنه هذا النظام يسمى النظام المفتوح إذن في النظام المفتوح يحدث الاتزان دون أن يرتفع درجة حرارة الوسط دون أن يحدث ارتفاع لدرجة حرارة الوسط نشوف إحنا هلا في عندي مثال فكر في صفحة 54 عندي كحول درجة حرارة 66 وعندي ماء في الجزء الأول من هذا السؤال ماء درجة حرارة 38 سليسيس قمت أنا بخلطهم فنتج عندي الخليط درجة حرارة 46.7 سليسيس أما في الجزء الثاني كان في عندي ماء درجة حرارة 66 أيضا ولكن هناك ماء بارد درجة حرارة 38 سليسيس لما خلطت أنا نفس الماء الساخن مع البارد كان درجة حرارة الخليط 52 درجة سليسيس بحكي لي فسر ما الذي حصل فسر الاختلاف في درجة الحرارة الناتج من الحالتين نبتدأ بالحالة الأولى الحالة الأولى يامس كحول وكانت درجة حرارة اللي أنا ابتدت فيها الساخن لو نعتبر الكحول هو المادة الساخنة 66 والماء في النوع الثاني أيضا الماء الساخن بدأ 66 الماء البارد في النوع الثاني كان 38 أيضا في الشكل الثاني كان 38 يعني أنا اختلاف في درجة الحرارة ثابت مش إحنا حكينا كمية الحرارة بتعتمد على ثلاث شغلات الكتلة ودرجات الحرارة والحرارة النوعية لاحظنا أن درجة الحرارة اللي بتدينا فيها هي نفسها هي نفسها طب والكتل لاحظ أنه هو معبل المخبار المدرج بنفس الكمية بنفس الكمية إذن أيضا الكتل نفسها مين اللي خلاه يفرق شو اللي هون خلاه اختلاف عند خلط المواد الحرارة النوعية أكيد الحرارة النوعية للكحول تختلف عن الحرارة النوعية للماء لما بخلط مادتين اللي هم نفس الحرارة النوعية غير عن لما بخلط مادتين مختلفات في الحرارة النوعية طب خلينا نشوف التفسير التفسير في الخليط في الحالة الأولى يتكون من كحول وماء والحرارة النوعية للكحول أقل من الحرارة النوعية للماء فتنخفض درجة حرارة الكحول وترتفع درجة حرارة الماء إذن بسبب اختلاف الحرارة النوعية ما كان لهم يعني ما جماعت الستة وستين وثمانة وثلاثين قصمت على اثنين لأنه أنا عندي مادة تختلف فيها الحرارة النوعية اللي هي حرارة نوعية تبعت الكحول هي أقل من الحرارة النوعية للماء بينما في الشكل الثاني في الحالة الثانية يكون انخفاض حرارة الماء الساخن مساويا لارتفاع لأنهم ثنتين نفس النوع يعني بجمع ستة وستين زائد ثمانية وثلاثين وبقسمها على اثنين بطلع معي اثنين وخمسين ليس؟ لأنهم مادتين من نفس النوع لأنهم مادتين من نفس النوع فما بيكون عندي اختلاف في الحرارة النوعية ما بيكون عندي اختلاف في الحرارة النوعية نبدأ الآن في مسائل على الاتزان طبعا عرفنا الاتزان الحراري هي الحالة التي تتساوى فيها كمية الحرارة المفقودة من الجسم مع كمية الحرارة المكتسبة كقوانين جديدة أنا ما عندي قوانين جديدة القوانين استخدامتها في الحصة السابقة لكن بدي احط قانون الاتزان انه كمية الحرارة المكتسبة تساوي كمية الحرارة المفقودة ولاحظ اني بدي احط اشارة سالبة حتى اعبر انها حرارة مفقودة اذا في حالة الاتزان الحراري فقط بحكي كمية الحرارة المكتسبة تساوي سالب كمية الحرارة المفقودة والسالب هون يا مس بيتها تكون لكل القوس ماذا نعني بهذا الكلام؟ أصلا احنا اخذنا في الدرس السابق انه كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير في درجة الحرارة لحظوا انا هون عندي مادتين واحدة بدأ تكتسب والثانية بدأ تفقد فرح ارتب القانون رح يصير كالتالي كتلة المادة المكتسبة ضرب الحرارة النوعية للمادة المكتسبة ضرب التغير في درجة الحرارة للمادة المكتسبة إحنا هنا حكينا من الأصل إنه كمية الحرارة المكتسبة تساوي كمية الحرارة المفقودة طيب كمية الحرارة المكتسبة شو بتساوي كتلتها في حرارتها النوعية في التغير في درجة الحرارة للمادة المكتسبة على الجهة الأخرى بده يكون سالب لكل القوس يا جماعة سالب لكل القوس يا تاسع ما تنسى سالب بفتح قوس كتلة المادة الفاقدة الحرارة النوعية للمادة الفاقدة اللي هي فقدة درجة الحرارة والتغير في درجة المادة الفاقدة ناخد مثال حسابي حتى يصير عندكم الأمور أوضح إذن أنا ما في عندي قانون جديد أنا فقط بحط قانون كلمة الاتزان معناها أنه الكمية الحرارة المكتسبة تساوي سالب كمية الحرارة المفقودة نبتدأ بأخذ نظام حراري مغلق مكون من مسعر نحاسي فيه 150 جرام من الماء البارد عند درجة الحرارة 10 سليسيوس أضيف إليه 100 جرام من الماء الساخن درجة حرارة 80 سليسيوس مهملا تأثير المسعر في الاتزان الحراري احسب درجة الحرارة النهائية للمزيج طيب أول خطوة نبدأ بأخذ المعطيات نبدأ بأخذ المعطيات شو أعطاني؟ هو شو أعطاني؟ أعطاني كالتالي أعطاني ماء بارد وماء ساخن فأنا بروح أحط كتلة الماء البارد 150 جرام ما بتعامل بالجرامات لازم أحولها لكيلو جرام فبقسمها على ألف تطلع 15 من ألف كيلو جرام وأعطاني في السؤال بدأ الماء البارد عند درجة حرارة يعني دال واحد للماء البارد 80 10 سليسيوس بدك تلاحظ هون كتلة الماء البارد يعني الماء البارد هو اللي بدي يكتسب يا جماعة هو اللي بدي يكتسب بش إحنا حكينا في مادة رح تفقد ومادة رح تكتسب فالماء البارد هو اللي رح يكتسب حطه في بالك نأخذ معطيات الماء الساخن كتلة الماء الساخن 100 جرام فأنا لما بدي أحولها لكيلو جرام بقسمها على ألف تطلع واحد من عشرة كيلو جرام وابتدى درجة حرارته دال واحد هذا الماء الساخن ابتدت عند 80 سليسيوس يعني أنا بدي أحط في بالي أنه درجة الحرارة النهائية لهذا الخليط رح تكون أقل من 80 أكيد لازم تكون أقل من 80 لأنه أنا بدهم تنزل درجة الحرارة حتى يتساوي ثنتين بنفس درجة الحرارة المطلوب في هذا السؤال أحسب دال 2 لكيلو الماء الساخن والماء البارد يعني الدرجة الحرارة اللي بتتحدث عندها عملية الاتزان نبدأ بالحل حكينا كمية الحرارة المكتسبة وكنت حكيت لكم هي للماء البارد بحط القانون كتلة الماء البارد ضرب حرارة نوعية للماء البارد ضرب التغير في درجة الحرارة طيب مثل كتلة أعطاني إياها وأعطاني طبعا تغير في درجة الحرارة يعني دال 2 ناقص دال 1 ودال 2 مطلوبة ودال 1 أعطاني إياها اللي هي 10 طيب ما سأروح أطلع الحرارة النوعية من الجدول طيب أصبر يا مس في أمرات في القوانين أنه أنا بستغني أو بحذف إذا كان في عندي متشابهات بحذفهم عشان أسحل عحالي بالحل فأنا ما أستعجل أطلع الحرارة النوعية من الجدول وأعوضها وأضربها وأنا بالآخر ممكن أني أختصرها فأي معلومة مش موجودة عندك فيه سؤالك أصبر خطوة خطوة أكتب خطواتك بعدين انتبه عندك شو بسير لأنه ما أعطاك الحرارة النوعية لأنه أنا هون عندي نفس النوع عندي أنا خلطت مادتين ماء لهم نفس النوع الحرارة النوعية للماء الساخن أو الحرارة النوعية للماء البارد هي نفسها طيب إذن أنا كتب بس القانون وروحت هلا بدي أعوض عليه عوضنا كتلة الماء البارد خمستعش من مية ضرب الحرارة النوعية للماء خليتها زي ما هي ضرب فتحت قص درجة الحرارة الثنين اللي هي المطلوبة ناقص عشرة ناقص عشرة نفس الحكي نفس الحكي رح أعمل في كمية الحرارة المفقودة حكينا مين اللي بديفقد الحرارة؟ الماء الساخن شو بعمل أول خطوة؟ بكتب القانون بحكي كتلة الساخن ضرب حرارة النوعية للماء ضرب التغير في درجة الحرارة بروح بعوض المعطيات اللي أنا طلعتهم دائما يا ميس في حل سؤال الفيزياء مجرد أنت ما حطيت المعطيات اللي أعطاك إياها السؤال وكنت حافظ القوانين هي فقط أنا بعبي الفراغات يعني أنا فهمت السؤال شو بده؟ من معطياته حافظ القانون هي أنا هون بس بعوض تعويض بحكي كتلة الماء الساخن أنا طلعتها من معطياتي اللي هي واحد من عشرة لما حولناها كانت مئة جرام مئة جرام وحولناها طلعت واحد من عشرة كيلو جرام الحرارة النوعية خليها خليها للماء ضرب درجة الحرارة الاثنين هي المطلوبة ناقص درجة الحرارة الأولى اللي هي أنا طلعتها في المعطيات كانت حرارة الأولى للماء الساخن ثمانين طيب هلا بس برتب معدلتي شو كانت معدلتي عند الاتزان؟ كمية الحرارة المكتسبة تساوي سالب كمية الحرارة المفقودة سالب كمية الحرارة المفقودة هاي معادلتي عندي الاتزان فقط بشيل أنا اللي أنا رتبته ببداية الحل بعوض كل إشي مكانه بحط مكان المكتسبة مكتسبة ومكان المفقودة مفقود بتصير عندي المعادلة كالتالي 15 من 100 ضرب الحرارة النوعية ضرب دالتينين ناقص عشرة داخل قوس تساوي سالب وانتبه السالب هاي لكل القوس عشرة أو واحد من عشرة عفوا ضرب الحرارة النوعية ضرب دالتينين ناقص الثمانين طب لاحظ لي على كلا الطرفين الحرارة المكتسبة وعند الحرارة المفقودة مش التنتين نوعين الحرارة النوعية لهم ماء مش أنا ممكن أروح أحكي بأن الحرارة النوعية في كلا الطرفين هي الماء في هذا المثال تحديدا في هذا المثال تحديدا لأن الحرارة النوعية الماء المادة اللي فقدت والأول مادة اللي اكتسبت هي ماء ممكن أنا أحذفها من كلا الطرفين حتى أسحل على حالي حل بدل ما أحط حرارة نوعية للماء وأضرب وأكبر الأرقام فأنا بهذه الخطوة بأن الحرارة النوعية لنفس النوع رح أقسم كلا الطرفين على الحرارة النوعية للماء فبتصير عندي المعادلة كالتالي 15 من 100 ضرب افتح قوس دالتينين ناقص عشرة تساوي سالب سالب لا تنساها لكل القوس لأنها 1 من 10 ضرب دالتينين ناقص 80 هلأ ما علي إلا أني أدخل في كلا الطرفين الرقم اللي خارج القوس يعني بدأت دخل بالرقم الحرارة المكتسبة 15 من 100 بدأت دخلها على دالتينين وبدأت دخلها على سالب عشرة والسالب 1 من 10 بدأت دخلها مرة على دالتينين وبدأت دخلها مرة على سالب 80 بصير عندي النتيجة كالتالي 15 من 100 دالتينين ناقص واحد ونص تساوي سالب 1 من 10 دالتينين زائد ثمانية في عندي هون صارت معادلة الرياضيات فيها متغير واحد اللي هو دالتينين فقط برتب معطياء المطلوب اللي أنا توصلت له في الحل برتب المعلومات على جهة والمجهولات على جهة برتب المعلومات على جهة والمجهولات على جهة لما برتبهم بتصير عندي نتيجة كالتالي 15 من 100 دالتينين زائد واحد من عشرة دالتينين على الجهة الأخرى بتتصير الأرقام الثابتة ثمانية زائد واحد ونص طب في الجهة الأولى عندي المتغير ثابت اللي هو دالتينين لما بكون المتغير هو نفسه أستطيع تجميع الأرقام فأنا هلا بس بدي أجمع أرقام بس بدي أجمع الأرقام لما جمعت الأرقام بطلع معي 25 من 100 دالتينين تساوي 9 ونص طب أنا بدي 25 من 100 مضروبة في دالتينين لا بقسم كلا الطرفين على 25 من 100 بقسم كلا الطرفين على 25 من 100 بتطلع عندي دالتينين اللي هي 38 سليسيوس إذن لما أنا بخلط ماء درجة حرارته كانت بالأول عشرة وماء ثاني درجة حرارته بالأول كانت 80 وخلطهم رح يوصلوا الخليط إلى درجة حرارة 38 سليسيوس وهو المطلوب من هذا السؤال خطوات الحل أهم إشي فيها أرتب المعطيات أرتب المعطيات أكون حافظ القانون بس أنا فقط أعود تعويض طبعا إحنا اليوم بهذه الحصة حلينا فقط المثال الأول إنت شو بدك تعمل يا ميس؟ بدك تنقل التعريفات الموجودة عندك اللي عرفناهم في بداية الحصة بدك تنقل فكر وبدك تحل المثال ضروري يا تاسع ضروري شايفين القوانين شو مهمة؟ أنا مش عم باخد قوانين جديدة أنا فقط صرت أرتبها صرت أحكي أن الحرارة المفقودة أو حفا حرارة مكتسبة تساوي سالب الحرارة المفقودة عام بحل على قانون كمية الحرارة لهون يعطيكم العافية اليوم بس درسنا ما نخلص إن شاء الله الحصة القادمة بنشتكمله يعطيكم ألف عافية اسألوني يا يامس إذا فيه أي سؤال حاول ابدأ بحل المثال ستة لسبعة إحنا إن شاء الله في الحصة القادمة بنحله يعطيكم ألف عافية نستكم نسرير اللي حني أطيه ترجمة نانسي قنقر